لا يستثنى قطاع اقتصادي في العراق من آلة الفساد والفشل والإهمال المتجذر في مفاصل الدولة العراقية بعد العام 2003 ورغم أن العراق يعد أهم الدول في إنتاج التمور إلا أن ذلك بات محل شك في ظل إهمال قطاع الزراعي وانتشار الأوبئة التي تدمر بساتين النخيل الوباء الأحمر أو آفة الدوباس خطر جديد بات ينتشر محولا أشجار النخيل في محافرة ديالة إلى أعجاز خاوية بعد أن نخرتها حشرة الدوباس وقضت عليها وزارة الزراع أعلنت عن حملة لمكافحة الآفة الخطيرة في محافرة ديالة وخرجت الطائرات رش المبيدات للقيام بهذه المهمة إلا أن نسبة نجاح الحملة لم تتجاوز العشرين في المئة فقط لعدة أسباب منها ارتفاع الطائرات وتأثير الرياح بحسب أعضاء من مجلس محافرة ديالة وبحسب خبراء زراعيين فإن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لوضع خالطة مناطق الإصابة والسعي إلى حجها فورا ومنع دخول أو خروج أي من الفسائل لوقف انتشار الآفة في رقع أخرى من ديالة الخطر الذي يواجه أحد أهم مصادر الثروة الزراعية في المحافظة وهي ديالة التي كانت حتى وقت قريب من ضمن أكثر المحافظات إنتاجا للتمور يؤكد بحسب المراقبين على ضرورة وجود سياسة زراعية رشيدة تستعيد لديالة وللعراق كله مصادر ثروته وتوقف تجريف الأرض الزراعية والبساتين وتحويلها إلى أراضي سكنية والأهم من ذلك كله ضرورة القضاء على الفساد الحكومي الذي يعد المعوق الحقيقي والمدمر لتنمية العراق ونهضته الاقتصادية والزراعية ترجمة نانسي قنقر